اشتركوا في القناة 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 جيسنا السوري مننا وفينا راح يكون بها اليومين قضا جاهدين لأيه أكيد يعني ما شاء الله عليك قلتنا كل النشاطات طبعا المبادرتكم كافة عمر رارع وطلعته بالخامس دائما في زيارات لجرح الجيش كيف ممكن تحكي لنا كيف تم اللقاء كيف تم التنسيق مع جرح الجيش العربي السوري كمان طبعا نحنا فريق حملة معنى السمر هو يعني كبير ويسم شرائح من منطقة في ترطوس اسمها منطقة شارع الشهداء ويضا في حملة معنى السمر أنا لدي عبداء وزملاء يعملون في مكاتب دعم الجرحة مكاتب دعم الجرحة تابعة لمديريات الصحة في ترطوس فنحن دائما على تواصل مع الجرحة عندما يرى لدينا أي شكوى أو أي إصابة يعني عبر تواصلنا الشخصي أو علاقاتنا العامة وجودة في ترطوس اجتماعيا أصلا نحن بيوصل أيام حتى عبر تواصل للخنوات التواصل الاستماعي فيسبوك أحيانا بيتواصلوا معنا نحن عند وجود هذه الشكوى تتم متابعة هذه الشكوى مننا شخصيا بيني وبين الزملائي وأصدقائي الموجودين في الحمد وعلى فكرة في شيء كتير لافت هذه المتابعة والجهود الكبيرة تصل إليهم إلى البيت هناك بعض الجرحة تصل لهم يعني تم إصال لهم المساعدة من خلال التعاون بين حملة معنى السمر وهذه المكاتب أو القاهمين على هذه المكاتب إلى بيوتهم نتابعهم حتى في علاجهم الطبي تقديم الأجوية ومن خلال فيما بعد إرسالهم من يحتاجون منهم إلى المعادجات الأجوية نأمل أن نكون قادرين يعني نحن نقدم هالخدمات الكثيرة شوي هي متواضعة قدام هالجراح بس يعني نحن نحن نحاول قدر الإمكان أنه نصل لشيء يساعد هؤلاء الأبطال اللي سهم إلهم سهدائنا الأحياء لازم نوقف معهم دائما نعم ستريم أكيد نحن بنقول لألا يعطيكم العافية لحضرتك ولكن الفريق يلي مشاركين بهذه الأنشطة يلي عن جد بترفع الرأس إن شاء الله عام 2017 يعني يكون مليء بهذه الأنشطة والإنجازات السورية بترطوس نعجو لكم تحية كبيرة ستريم وأهلا وسهلا فيكم أتكركم دائما بالشكر الأخباري السوري وكل الإعلام الوطني المقاوم الذي ينقل هذه النقاطات التي تبتح لنا أن نعبع عن بدء اندمازنا المجتمعي مع بعضنا ونحن دائما نوقفين يد بياد مع بعضنا ونحن الله نقدر نستمر حتى نقصي هذه الفراء ونظل عسلنا قوي